النهاردة كمان كان فيه حكمين مهمين جداً في الساحة الرياضية محكمة القضاء الإداري حكم خاص برفض قرار وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عب عزيز بشط برئيس اللجنة الأولمبية الأسبق بقى يعني مياه كتيرة مشت في النهر الحقيقة المهندس خالد عب عزيز مش من الوزارة وخالد زين مش من اللجنة الأولمبية بقى له فترة طويلة جداً لكن الحكم القضائي اللي صدر النهاردة قضى بقبول الدعوة المقامة من خالد محمود عوض زين الدين اللي هو المستشار خالد زين لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف نشاطه وشاطبه من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وانتفاق صفته الرياضية المحكمة قالت أنه صدر القرار المطعم فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية امتبع في 24 إبريل 2021 متضمناً اعتماد قرار مجلس إداريتها الصدر بجلسة 14 ديسمبر 2019 بشاطب المدعي من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وسجلات كافة الهيئات أوضحت أن الجزاء الموقع عليه لا يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية على ذلك فالمخالفات المشار إليها لم تنسب للمدعي بوصفه حكماً دولياً مقيداً باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيساً سابقاً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أيضاً محكمة القضاء الإداري قضت بقبول دعوة بطلان قرار اللجنة الأولمبية بحل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن هشام نصر كان صدر قرار بحل مجلس إدارة اتحاد اليد عقب بطولة كاس العالم هنا هشام نصر لجأ للمحكمة ضد قرار الحل المحكمة رفضت طلب هشام نصر وأيدت قرار حل مجلس إدارة الاتحاد خاصة أنه صدر مشفوعة بتوصية من الاتحاد الدولي لكرة اليد لما نسبته من مخالفات إلى هشام نصر أثناء بطولة كاس العالم في القاهرة ده القرارين المهمين النهاردة أو الحكمين القضائيين المهمين النهاردة وتابعنا طبعاً كل ما ذكر في الفترة الأخيرة عن مخالفات كثيرة في اللجنة الأولمبية وعن إلغاء الدعوة اللي كانت تمت في بعض الاتحادات الرياضية بإصدار أو بإجراء انتخابات سريعة تم إلغاء هذه الدعاوي ويعاد فتح باب الترشيح من جديد اتحدد له يوم 28 أغسطس إن شاء الله لفتح باب الترشح لمختلف مجالس إدارات الاتحادات الرياضية ترجمة نانسي قنقر